بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين حيكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية في هذا البرنامج أستعرض معكم علم القيادة من خلال مجموعة نماذج ونطبق عليها السيرة النبوية ودعوني أذكركم أين كنا أين وصلنا إلى أين سنسير في حلقاتنا القادمة من خلال نماذج القيادة في نماذج القيادة هناك ثلاث نماذج رئيسية غير النموذج الأول أعطيتكم نموذج الأول اللي هو فهم القيادة ومن خلاله شرحنا كثير من المبادئ الرئيسية المتعلقة بالقيادة نحن الآن في اكتشاف وتربية وتدريب القادة فالنموذج الأول هو نموذج الاستكشاف وفيه نستعرض علامات القيادة وعما نبحث عندما نبحث عن القادة وكيف نبحث عن هؤلاء القادة نحن حاليا في هذه الحلقات في هذا النموذج منتهينا منه حتى الآن عندما ننتهي منه سننطلق إلى نموذج آخر وهو نموذج التربية القيادية التربية القيادية كيف نربي من عنده استعداد قيادي على القيادة سواء كان قائد بالفطرة أو كان قائد بالاكتساب بعد ذلك سننطلق إلى نموذج ثالث وهو التدريب على القيادة التدريب على القيادة فيه ثمن عناصر رئيسية سنعرف من خلالها ما هي أدوار القائد وكيف ندربه على القيادة إذن نحن الآن ما زلنا في النموذج الأول دعونا نأخذ هذا النموذج الأول بشيء من التفصيل حيث نبدأ بعلامات القيادة أعطيتكم في السابق مجموعة من هذه العلامات ودعوني أذكركم بها نحن أخذنا في علامات القيادة العلامة الأولى هي القدرة على التحليل هذه كانت علامتنا الأولى وأعطيتكم تفاصيل لها كيف نبحث عنها العلامة الثانية التي نبحث عنها هي أخذ المبادرات من هم الذين عندهم استعداد لأخذ المبادرات وأعطيتكم تفاصيل كيف نبحث بالتفصيل عن هذه العلامة العلامة الثالثة وقد غطيناها في الحلقة الماضية وهي الشجاعة الشجاعة وبيّنت لكم عما نبحث عندما نبحث عن الشجاعة في هذه الحلقة سنبدأ بالحديث عن العلامة الرابعة التي تدل على فرصة القيادة العالية وهي الجدية دعوني أعلق عليها قليلا قبل أن أدخل في تفاصيلها الجدية من علامات القائد سمة الجدية هذه ليست ليس المقصود بها عدم الضحك ليس المقصود عدم الدعابة وإنما التعامل مع الحياة بجدية فهو جد في أقواله جد في أفعاله في تصرفاته في حتى في مظهره في مخبره جد في علاقاته في تعاملاته مع الناس جد حتى في علاقته مع الله عز وجل في عبادته ومعاملته مع الله سبحانه وتعالى جد حتى مع نفسه فلا يجاملها ولا يطريها وإنما يحاسبها ويؤنبها ويعاتبها ويؤدبها ويأخذ عليها العهود والمواثيق إذن الجدية لا تعني بالضرورة التجهم والكآبة والتعامل مع الناس بحدة وما يضحك ولا ينكت لا ليس هذا المقصود ليس المقصود التعامل مع الناس بجلافة لا كل هذا ليس هو المقصود وإنما حياة جادة العكس الحياة الجادة هي الحياة التافهة أنا ما أقصد هنا العكس هو اللي يضحك لا التافه أما الجادة الذي يضحك هذا أحسن وأحسن بعد على ذكرة في بعض علماء القيادة يجعل المرح من صفات القائد الفعال هي ليست صفة عليها إجماع ذكرها بعض العلماء في قضية القيادة لكنها بالتأكيد ليست صفة أساسية لكنها صفة مساعدة فنحن لسنا ضد المرح وأن يكون القائد مرحا بالعكس هذه صفة مساعدة لكننا ضد التفاهة ضد الهامشية الإنسان الهامشي الإنسان التافه لا نستطيع أن نصنع منه قائدا فكروا معي واكتبوا هذا إن شئتم هناك ثلاث درجات الدرجة الأولى أن يكون الإنسان هامشي تافه المستوى الثاني أن يكون الإنسان فعالا جدا المستوى الثالث أن يكون الإنسان قائدا ففي عملية التدريب القيادي أنا لا أستطيع أخذ إنسان هامشي تافه وأصنع منه قيادي لابد أن يكون أولا أصنع منه إنسان فعال إنسان جاد وبعدين أقدر أصنع منه إنسان قيادي إذن الجدية هي ليست ضد الدعافة والفكاهة وإنما هي ضد التفاهة وضد أن يكون إنسان هامشي وهذه كانت واضحة جدا قضية الجدية في حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم حتى قبل البعثة يعني من الإرخاصات إرخاصات النبوة في شبابه عليه الصلاة والسلام حماية الله سبحانه وتعالى له من حتى أن يحضر المجالس اللهو واللعب فسمع لما كان راعيا صلى الله عليه وسلم سمع يوما عزفا بالمزامير والدفوف كان في عرس فهم صلى الله عليه وسلم أن يذهب ويحضر ذلك العرس فوص زميلة في الرعي أن يرعى الغنم وذهب النبي صلى الله عليه وسلم ليشاهد هذا العرس هذا في أيام شبابه صلى الله عليه وسلم فلما وصل نام وما استيقظ لم يصح إلا حرارة الشمس من اليوم التالي وحدثت هذه مرة أخرى معه وأيضا فكر أن يحضر العرس وأيضا نام إلى أن أيقظته حرارة اليوم التالي هو يذكر ذلك عن نفسه صلى الله عليه وسلم إذن هذه الجدية مطلوبة مطلوبة من عوام الناس قبل أن تكون مطلوبة من القادة وبالذات طبعا القادة مطلوبة منهم لأن الإنسان متحمل للأمانة ثقة للأمانة التي يتحملها الإنسان تتطلب هذه الجدية يقول الله سبحانه وتعالى إنا عرضنا الأمانة على السماوات والأرض والجبال فأبين أن يحملنها وأشفقن منها وحملها الإنسان إنه كان ظلوما جهولا ظلوما جهولا عندما لا يتحملها أما عندما يتحملها يستحق أعلى المكافآت وعلى المكانة فالإنسان الجاد تجده يملك أهدافا واضحة غايات واضحة يخطط يسعى لتحقيق خططه تجده يصاحب الجاد دين الذين أصحاب الهمة العالية لا يسوف ويؤخر تجده يعني لا ينشغل بالترف يبتعد عن الترف المبالغ به إنسان الجاد يواجه المشاكل التي تواجهه يعمل على حلها هذه كلها من صفات الجدية التي تدل على القيادة أبو بكر الصديق رضي الله عنه يقول له يلخصها يقول والله ما نمت فحلمت يعني طبعا كل إنسان ينام كل إنسان يحلم هو لا يقصد النوم العادي والحلم العادي هو يقول يعني أنا الذي أنا فيه هذا أمر جاد ما هو حلم ولا سهوت فغفلت ما أنا غافل عارف أنا شي قاعد أسوي عارف وإنني يلخصها ماذا يقصد بهذا وإنني على الطريق ما زغت استمر على طريق واضح فإذن الإنسان الجاد ما يعيش في عالم الأحلام عالم الأمنيات ولا يفعل شيئا وإنما في بعض الناس يتمنى الأماني ونايم طول اليوم ومشغول بالمعاكسات ومشغول بالتفاهات هذا إنسان ما هو جاد ما نستطيع أن نصنع منه قائد لا بد أن نربيه وندرب على الجدية أولا قبل أن ندرب على القيادة هذه الجدية دعونا نستعرضها من خلال علاماتها التفصيلية عما نبحث عندما نبحث عن الجدية عن ماذا نبحث نبحث عن أمور أولها نبحث عن الذين نسميهم نشطاء الرأي نشطاء الرأي هذه صفة مميزة لا تخطئها العين هذه العلامة جمعت مجموعة من الصفات القيادية نشيط الرأي تجد عنده رأي يملك رأيا مستقلا به نشيط الرأي تجده يثق بنفسه يعتز برأي لا يتذبذب لا يتردد نشيط الرأي يؤلن رأيه ويدعو للحوار والنشاط الفكري والحرية والحقوق الإنسان وغيرها كما أنه لا ينشط مشاركا في ما هو متداول بالساحة ماشي مع التيار لا بل له رأي محدد ينطلق من خلاله ربما يقود الآخرين لرأيه وقوله نشيط الرأي مستعد أن يناقش أن يحاور أن يتلقع اعتراضات الرأي الآخر أن يفندها مستعد حتى أن يتراجع عن رأيه إذا رأى ما هو أصوب من رأيه نشيط الرأي تجده يشترك في في المواقف الجادة في التحالفات الجادة في الحركات الإنسانية وهذا درجات طبعا تختلف من مجتمع لمجتمع تختلف حتى من زمن لزمن في زمننا الآن يعني حتى في الثورات العربية نجد كثير من الناس يسمونهم نشطاء نشطاء الثورة هذا الذي نبحث عنه لكن ليس بضرورة أن تكون ثورة حتى نشيط في البيئة نشيط في حقوق الإنسان هذا كله يدل على روح قيادية هل كانت هذه موجودة في سيرة النبي صلى الله عليه وسلم طبعا كان الرسول صلى الله عليه وآله وسلم يحضر المناشط العامة ويحضر الاتفاقات الهامة حضر في شبابه هو يذكر عن نفسه حضر في شبابه حلف الفضول هو من أشهر الأحلاف عند العرب هذا الحلف قبل البعثة جاء يقولون هو نفسه حلف المطيبين وفي رواية أنه بعد حلف المطيبين قصة الحلف باختصار أن عشائر من قريش اجتمعت في دار سيد من سادات قريش هو عبد الله بن جدعان التيمي بسبب شرفه وسنه ومكانته وتعاهده عهد كان حضره النبي صلى الله عليه وسلم يقول عن نفسه يقول حضرت في دار بن جدعان حلفا لو دعيت إليه في الإسلام لا أجبت إذن الاتفاقات الدولية والأحلاف التي تدافع عن حقوق الإنسان حتى لو ما كان لها ريحة إسلامية نحن معها نحن معها ففي دار بن جدعان يروي النبي صلى الله عليه وسلم أنهم تعاهدوا على أن لا يجدوا بمكة مظلوما من أهلها من أهل مكة أو من غيرهم ممن دخلها من سائر الناس إلا قاموا معه يقومون بالسيوف لرفع الظلم عن من ظلم كانوا كانوا اتفاق إذن على من ظلمه أي واحد يظلم إنسانا حتى ترد مظلمته فقالت قريش هذا فضول من الحلف يعني حلف زائد على كل الأحلاف فسمي حلف الفضول ويقال أنه سمي حلف الفضول لأن الأربع الرئيسيين الذين دعوا إليه كل واحد منهم اسمه فضل فسمي حلف الفضول النبي صلى الله عليه وسلم يقول أنا كن موجود في دار بن جدعان هذا قبل الإسلام واتفقت معهم على هذا رفع الظلم ما لا علاقة بالإسلام رفع الظلم مسألة إنسانية ولو دعيت إليه في الإسلام لأجبت في بعض الشباب المتحمس الإسلامي يعني بس الاتفاقات الإسلامية لا نحن حتى مع الاتفاقات العالمية لأن فيها رفع الظلم عن الناس إذن نبحث عن هؤلاء الذين يشاركوا الذين يدعوا إلى مثل هذه الأنشطة هذه علامة قيادة مزيد من العلامات التي تدل على القيادة بعد الفاصل إن شاء الله حياكم الله مرحبا مع أسرار القيادة النبوية وحديثي معكم عن نموذج استكشاف القادة صنعت لكم نموذجا لاستكشاف القادة في هذا النموذج نبدأ بالعلامات ونحن ما زلنا في هذه العلامات ذكرت لكم ثلاث علامات ونحن الآن في العلامة الرابعة دعونا نذكركم أين وصلنا في العلامة الرابعة علامتنا الرابعة هي علامة الجدية وقد تحدثنا أن من علامات الجدية عن ماذا نبحث؟ نبحث عن نشطاء الرأي أيضا نبحث عن الذين يشتركوا في النوادي ليس فقط نادي واحد وإنما نوادي مختلفة نبحث عن الذي يشترك في نادي رياضي نادي علمي نادي اللغة نادي قرآن نادي إسلامي نادي قيادي كلما كانت هذه النوادي أكثر كلما كانت استعداد القهاد يزداد وذلك عندي نصيحة هنا للآباء على قضية النوادي أشركوا أولادكم من سن صغيرة بأكبر عدد من النوادي النوادي هذه تعكس حب المشاركة حب التفاعل الاندماج مع المجتمع التعرف على الناس إقامة علاقات كلها تدخل في هذه النوادي وستعطي الإنسان أيضا أشياء أخرى رئيسية في قضية النوادي لأن كل نادي له طبيعة هذا سيجرنا إلى العلامة التفصيلية الثالثة إذن الجدية قلنا من علاماتها النشطاء الرأي من علاماتها النوادي العلامة الثالثة للجدية هي الهوايات 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 ليست مجرد وسيلة لملء وقت الفراغ بل هي وسيلة تعبر عن ميول اهتمامات صاحبها هناك هوايات لا ينبني عليها قدرات لا ينبني عليها تطوير مهارات هذه هوايات تسلية يعني والله واحد قاعد يلعب ورق هذه هواية تسلية هذه لا تعبر عن شخصية طموحة لكن هناك هوايات تعبر عن شخصية طموحة لا تقبل بالضعف لا تقبل بالوهن تسعى لتطوير دائم لإمكاناتها وقدراتها يعني مثلا من الهوايات الجميلة تجدون في نوادي تعلمك هوايات تعلمك مهارات فمنها مثلا توست ماستر توست ماستر الآن موجود في كل مكان هذا تدريب على الإلقاء تدريب على فن الخطابة هذه هواية جميلة الهوايات في بعض النوادي للغة والتنافس فيها هناك طبعا لقضية الجسد هناك منظمة عالمية يسمها منسا هذه لأصحاب الذكاء العالي نبحث عن هؤلاء وليس اللي قاعد يلعب ورق فإذن هنا من خلال اختيار هوايات مفيدة هوايات تنسجم وتخدم الأهداف والغايات التي يريد الإنسان الوصول إليها هذه كلها تدل على أن الإنسان عنده فرصة قيادية أنا قاعد أحاول أجمع لكم بين القديم والحديث الآن هذه الأشياء صارت عندنا أوضح في علم القيادة ما كانت بهذا الوضوح في السابق طيب علامة أخرى رئيسية من علامات الجدية هي قضية القراءة القراءة ليس بالضرورة القراءة وإنما سعة الثقافة سعة الثقافة هناك دراسة نشرت عن اهتمام القيادات المتعاقبة بالنسبة للرؤساء الولايات المتحدة الأمريكية ما مدى اهتمامهم بقراءة الكتب واقتنائها تبين بوضوح أن هناك علاقة وطيدة بين الرئيس الناجح والقراءة كلما كان الرئيس من عشاق القراءة كان السجل الرئاسي ونظراته وقيادته للبلد ذات بعد أكبر ونظره أوسع وتوصف فترته بفترة حكم ناجح النبي صلى الله عليه وسلم على فكرة صحيح ما كان يقرأ ولا يكتب لكن بسبب ما علمه ربه كان واسع الثقافة واسع الثقافة أعطيكم قصة من قصص السيرة قليل من الناس يعرفها لكنها ثابتة في كتب السيرة قدم سويد ابن الصامت سويد ابن الصامت هذا أحد حكماء الجاهلية حكيم معروف من حكماء الجاهلية جاء حاجا أو معتمرا النبي صلى الله عليه وسلم كان يبحث عن هؤلاء القياديين لو أسلم هذا يسلم وراه يعني أعداد كبيرة فتصدى له رسول الله صلى الله عليه وسلم حين سمع به فالتقى الرسول صلى الله عليه وسلم مع هذا الحكيم المثقف ثقافة واسعة سويد ابن الصامت فدعاه إلى الإسلام قال لا أدعوك إلى الإسلام شهدت أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله فقال له سويد ما عندي خير مما عندك وفي رواية فلعل الذي معك مثل الذي معي في رواية أن أنت اللي عندك ما راح يكون أحسن من اللي عندي وفي رواية قبل أن يسمع قبل أن يقرأ عليه الرسول صلى الله عليه وسلم القرآن قال ما عندي خير مما عندك هذه رسالة للذين لا يحسنوا الاستماع كيف عرفت أن ما عندك خير من بعض الناس نحن نتحاور معاهم يقول أنا أدري ش راح تقول كيف تعرف ش راح أقول كيف تعرف هذا من سوء الاستماع أن تقول مثل هذه الكلمة تصبر وتسمعني فهذا سويد أساء الاستماع قال ما عندي خير مما عندك قبل أن يقوله النبي صلى الله عليه وسلم كيف نتصرف مع مثله هذا النبي صلى الله عليه وسلم بكل أدب وكل حكمة وكل رقي في فن الاستماع قال ما الذي معك ما قال لا وانت كيف تعرف ما عملها مشكلة هذا الرجل يقول اللي عندي خير مما عندك قبل أن يسمع قال طيب سمعني اللي عندك ماذا عندك قال عندي مجلة لقمان لقمان الحكيم الذي ذكره الله سبحانه وتعالى في القرآن ويشير بعض العلماء لأنه كان نبيا عليه السلام ليس عليها إجماع على كل حال لقمان الله سبحانه وتعالى أشار إليه في القرآن الكريم أنه من أصحاب الحكم صاحب حكمة عالية وذكر حكم لقمان في القرآن الكريم حكم لقمان ليست فقط في القرآن الكريم موجودة عند العرب قبل الإسلام وكانوا يتداولوها وكانت هناك مكتوبة في مجلة مجلة يعني كتاب صغير ليس المجلة الآن وإنما مجلة يعني كتاب صغير فكانت حكم لقمان موجودة سويد بن الصامت حافظها عن غيب حافظ مجلة لقمان عن غيب فبدأ يتلو مجلة لقمان حكم عظيمة حكم يعني مرجعها الوحي فبالتأكيد حكم عظيمة والنبي صلى الله عليه وسلم يسمع فقال له النبي صلى الله عليه وسلم عرضها عليه كلها فلما انتهى من مجلة لقمان اسمعوا ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال إن هذا لكلام حسن كلام جميل هذا اللي قلت أنت كلام حسن والذي معي أفضل من هذا يا سلام شوفوا شوفوا فن الاستمع استمع ما سفى ما قاطع ما قال له والله كلامك فاضي والله كلامك صح وكلامك جميل وعندي كلام أضيفة إلى كلامك لعل فيه شيء أحسن يا سلام والذي معي أفضل من هذا قرآن أنزله الله عليه هو هدى ونور فبدأ الرسول صلى الله عليه وسلم يتلو عليه القرآن ودعاه إلى الإسلام ماذا قال سويد ما أبعد لم يبعد عن الإسلام وإنما قال إن هذا القول حسن يا سلام شوفوا أصحاب العقول ما قالوا والله ما عاند ما كذا هذا كلام حسن صحيح فالنبي صلى الله عليه وسلم كان يعرف سويد وحكمة سويد يعرف الناس ويعرف ماذا عنده ويعرف مجلة لقمان طبعا كل مما علمه ربه وجاء في صحيح مسلم في قضية الشعر النبي صلى الله عليه وسلم ما كان شاعرا ولا كان يحفظ الشعر وما علمناه الشعر وما ينبغي له ليش حتى لا يقول الناس شاعر فهو لا يعرف الشعر أبدا لا يعرف الشعر لكنه كان يعرف الشعراء ويعرف حكم الشعراء ويعرف درجات الشعراء وإن كان ما يحفظها ولذلك في صحيح مسلم أنه كان يردف معاذ بن جبر رضي الله عنه فالتفت إليه فقال يا معاذ أظنه معاذ نسيف يا معاذ هل عندك من شعر أمي بن أبي الصلت شعيء شعر أمي بن أبي الصلت هل عندك منه شيء هل حافظ منه شيء قال نعم قال هيه سمعني الآن هم ماشين في طريق إلى غزوة أو عودة من أحد الغزوات ومعاذ وراه على نفس الناقة فقاعد يتكلمون يقضون الطريق هل عندك من شعر أمي بن أبي الصلت شيء قال نعم قال هيه سمعني يقول فأنشته بيتا قال هيه زيدني فأنشته بيتا آخر قال هيه فأنشته بيتا ثالثا وظل يقول لي هكذا حتى أنشته مئة بيت شوفوا اهتمام النبي صلى الله عليه وسلم بالثقافة مع أنه ليس بشاعر ولا يستطيع أن يحفظ الشعر لكن كان عنده اهتمام بالشعر لأن الشعر هو أساس لغة العرب وفيه حكم العرب ماذا قال عنه النبي صلى الله عليه وسلم قال تالله تتكلم عن أمي بن أبي الصلت هذا الشاعر العظيم قال تالله إن كاد ليسلم كاد يسلم ما قصة أمي بن أبي الصلت أمي بن أبي الصلت سمع عن الإسلام وسمع عن الرسول صلى الله عليه وسلم وعن حكمه وعن دعوته للفضائل والتوحيد ورجل حاقل حكيم فقرر ان يسلم وغادر بلده غادر مدينته ذاهب الى الهجرة الى المدينة المنورة عشان يسلم هذا متى في السنة الاولى من الهجرة في الطريق جاءته الاخبار ان في معركة تجري بين المسلمين وقريش معركة بدر فقال ليس من الحكمة ان اسلم الان خليني انتظر نتائج المعركة اذا فاز محمد اسلمت واذا ما فاز ما تسرعت فرجع ومات في الطريق لا اله الا الله ان كاد ليسلم النبي صلى الله عليه وسلم يعرف امي ابن الصالد يعرف سويد ابن الصامد يعرف حكمهم يعرف تاريخهم يعرف مواقفهم هذا كل من الثقافة الواسعة الثقافة الواسعة علامة من العلامات التي تدل على الجدية وتدل على القيادة نزيد من علامات القيادة بعد الفاصل ان شاء الله اهلا ومرحبا بكم مع اسرار القيادة النبوية وحديثنا كيف نكتشف القادة ما هي العلامات التي تدني ان هذا الطفل ولا هذا الشاب والفتاة وهذا الموظف الجديد هؤلاء عندهم استعداد قيادي طبعا الانسان اذا صار قيادي خلاص عرفنا لكن هل في طريقة قبل ان يصبح قيادي ان اعرف ان عند استعداد قيادي هذا هو حديثي معكم سميته نموذج استكشاف القادة وقدتكم عن مجموعة علامات ونحن الآن ما زلنا في العلامة الرابعة هي علامة الجدية حددتكم عن علامات ثلاث وعن ماذا نبحث عندما نبحث عن كل علامة من هذه العلامات وحددتكم عن الجدية عن ماذا نبحث عندما نبحث عن الجدية العلامة الخامسة التي تدل على الجدية إدارة الوقت الذي يحسن إدارة وقته الذي يهتم ليس بضرورة أن يحسن نحتاج أن نقدر نعلمه نقدر ندربه كيف يدير وقته لكن الذي عنده اهتمام بإدارة وقته الذي عنده اهتمام ألا يضيع وقته هذه علامة على الجدية والجدية هي علامة على القيادة إذن هذه علامة خطيرة وعلامة مهمة جدا فإحنا إذن عندنا علامات رئيسية وكل علامة رئيسية نبحث عنها من خلال مجموعة علامات تفصيلية دعوني أحدثكم قليلا عن إدارة الوقت إذن قلنا من لديه الصفات القيادية يعرف حق المعرفة قيمة الوقت الوقت هو عمر الإنسان يعرف أن الوقت له صفات أولا أنه محدود في 24 ساعة في اليوم الوقت يعني في قصة طريفة على فكرة أجنبية بسمها محل يبيع وقت يبيع الوقت ياريت في محل يبيع وقت لكن الوقت متاح 24 ساعة هل لاحظتم أن كلنا نملك 24 ساعة لكن بعضنا إنتاجية عالية وبعضنا الـ 24 ساعة الضيع الله سبحانه وتعالى عادل أعطانا الجميع 24 ساعة في اليوم ما أعطى ناس أكثر وناس أقل لكن في ناس يستفيدوا من هذه الـ 24 ساعة وفي ناس يضيعوها فإذن الكل يملك نفس الوقت أيضا من صفات الوقت أنه لا يقف ولا ينتظر أحدا نعم حدث في التاريخ مرة واحدة أن الله سبحانه وتعالى أوقف الزمان أوقف الشمس حركة الكواكب من أجل يوشع يوشع بن نون الذي أدار بني إسرائيل بعد موسى وهارون عليه السلام فكان يقاتل أعداء وكان يوم جمعة واقتربت الشمس أن تغيب اقتربت الشمس أن تغيب طبعا إذا غابت الشمس دخل يوم السبت لأن على فكرة الأيام تبدأ من المغرب فهذا بالتاريخ القمري فلو غابت الشمس دخل السبت ممنوع بني إسرائيل يقاتله وكان على وشك ينتصر باقي ساعة والشمس على وشك أن تغرب فدع الله سبحانه وتعالى فاستجاب الله له فأوقف الوقت حتى كمل الانتصار بعد أن تحركت الكواكب هذا عجاز ياريت متاح لنا أن الوقت يقف أمامنا هذه معجزة لا تتكرر انتهت الوقت أيضا لا يعوض إذا ذهب إذا الإنسان ضيع شيء من وقت انتهى راح ما يقدر يعيد الوقت لا يباع لا يشترا ولذلك لازم القائد يحسن إدارة وقته ولازم يستفيد من هذا الوقت في تطوير قدراته لازم يحسن استثمار الوقت الوقت يقسمونه ما بين مهم وعاجل ومهم وغير عاجل في كلتا الحالتين لازم نهتم مدام مهم سواء عاجل أو غير عاجل يعني مثلا من المهم العاجل عندي امتحان غدا هذا مهم وعاجل لازم أدرس له الليلة لكن مهم وغير عاجل لازم أتدرب على القيادة هذا ممكن أعملها اليوم ممكن أعملها بعد شهر ممكن أعملها بعد سنة لكن لو ما عملتها فاتني خير كثير لازم أتعلم كيف أخطط لحياتي هذا أمر مهم جدا كيف أكتب خطة حياتي لكن ممكن أجله هل لاحظتم أن المهم غير العاجل في الحقيقة هو أهم من المهم العاجل لكن معظم الناس عايشين في ماذا عايشين في غير العاجل غير المهم وغير العاجل والمهم أمور غير عاجل يعني وين راح انتغدى اليوم وين السهرة الليلة كلها أمور غير عاجلة وغير مهمة فالناس تعيش في هذه بينما القيادي أو الذي عنده استعداد قيادي تجد عنده حرص على وقته وأعظم مثال كان النبي صلى الله عليه وسلم كان من أشد الناس حرصا على وقته كان لا يمضي له وقت في غير عمل لله سبحانه وتعالى أو فيما لا بد منه لإصلاح نفسه يقول علي بن أبي طالب رضي الله عنه يصف حال النبي صلى الله عليه وسلم يقول بأنه كان يصف النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا أوى إلى منزله طبعا كيف يعرف علي كان يعيش معاه في نفس البيت لا تنسون تربى في بيت النبي صلى الله عليه وسلم عند خديجة يقول كان إذا أوى إلى منزله جزأ نفسه دخول هذا في بيته جزأ ثلاثة أجزاء جزءا لله وجزءا لأهله وجزءا لنفسه جزءا لنفسه اللي هو الأكل والشرب والنوم والكذا ثم جزأ جزءا لنفسه بينه وبين الناس يعني حتى في وقت أكله تلقى يأكل مع الناس حتى في وقت نوم يقلل النوم حتى يقضيه مع الناس هذا الحديث يرويه الترمذي بإسناد صحيح ويروي العفو يروي الترمذي بإسناد صحيح كذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تزول لا تزول لا تزول يوم القيامة قدم عبد حتى يسأل عن أربع عن عمره فيما أفناه هذا العمر وين راح وعن جسده فيما أبلاه وعن علمه ماذا عمل به وعن ماله من أين أخذه وفيما أنفقه يقول الإمام ابن القيم إضاعة الوقت أشد من الموت عجيب كيف كيف تكون إضاعة الوقت أشد من الموت يقول لأن إضاعة الوقت تقطعك عن الله والدار الآخرة إذا ضيعت وقتك خسرت علاقتك بالله خسرت علاقتك بالدار الآخرة بينما الموت يقطعك عن الدنيا وأهلها فإضاعة الوقت تقطعك عن الآخرة بينما الموت يقطعك عن الدنيا هكذا كانوا يهتموا بالوقت يقول عبد الله بن مسعود رضي الله عنه إني لأمقت الرجل أكره الإنسان أن أراه فارغا ليس في شيء من عمل الدنيا ولا عمل الآخرة مضيع وقته لا مستفيد منه في الدنيا ولا مستفيد منه في الآخرة الإمام الشافعي مر على قوم يلعبون الشطرنج مر عليهم وهو ذاهب في الصباح إلى السوق في المساء وهو راجع من المسجد يعني من الفجر من الصبح إلى المغرب رجع وذا هم جالسين ما زالوا يلعبوا الشطرنج قال أما زلتم على نفس الجلسة التي تركتكم عليها منذ الصباح قالوا ايه والله من الصبح نقعدين نلعب الشطرنج قال إني لأمقت الرجل يكون مشغولا في أمر لا ينفعه في دينه ولا ينفعه في دنياه وذلك العلماء كانوا في السابق وما زالوا الآن حتى الغربيين ينصحوا أن الإنسان يقسم وقته أربع أقسام ربع للنوم ست ساعات أكثر من هذا تضيع وقت وربع شخصي العبادات النظافة كذا الأكل وربع اجتماعي علاقات وربع للعمل والإنجاز فهذا هو التقسيم العادي طبعا ممكن إنسان يزيد هذه يخفض هذه حسب المواسم يمكن إنسان عنده يعني اهتمام أكثر بالفكر والإنجاز والعطاء ما عنده اهتمام كبير بالعلاقات لكن في علاقات واجبة يجب أن يؤديها إذن هي مسألة توازن فأحيانا نرفع هذه ونخفض هذه لكن هذا هو المعدل العام نأتي للعلامة الخامسة من علامات القيادة وهي علامة الطموح الإنسان اللي عنده طموح عالي فرصته للقيادة أعلى من غيره وذلك نسأل حتى الأطفال يقول له انت اشتبي تصير لما تكبر فأحيانا تسمع عجابات طموحة شي ما هو عادي وأحيانا تسمع عجابات تافهة والله والله أنا من رأس الواحد من الأطفال أقول له اشتبي تصير لما تكبر قال أصير كالناس في الشارع ليش كالناس في الشارع ليش قال والله شغلة حلوة في ناس ما زرعوا أهل ما زرع أحد فيه معاني الطموح ليس تقليلا من هذا الكالناس في الشارع هذا عمل مهم لو لا لا عشنا حياة يعني روائح وغيره هذا عمل مهم لا نستصغر شيئا لكن طموح الإنسان ليس هذا الطموح هو رغبة الإنسان في معالي الأمور رغبة الإنسان في أن يغير حاله إلى ما هو أسمى ما هو أنفع له ولأهله ولبلده بل للأمة والبشر وكلما هذا الطموح كلما نال مرتبة كلما وصل إلى مرتبة نظر إلى ما هو فوقها ما هو أعلى منها هذا لا يكون محمودا إلا إذا طبعا وافق الشرع أما إذا إنسان طموحاته أن يكون ديكتاتور ولا يسرق أموال الناس طموح صحيح لكنه طموح سيء عن الحسن بن علي رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى يحب معالي الأمور وأشرافها ويكره سفاسفها الله سبحانه وتعالى يحب الطموح يحب الأمور العالية يكره التفاهة والغامشية والسفاسف يكرهها وقيل لبعض السلف فلان بعيد الهمة طموح عالي قال إذا لا يكون له غاية دون الجنة إذا همته عالية أكيد طموحه أن يكون في الدرجات العليا من الجنة فإذا في طموح في الدنيا درجات والأعظم والأحلى من هذا هو الطموح في الآخرة الآخرة أيضا درجات ممكن للإنسان يا الله دخني الجنة وفي إنسان هدفه يا رب الفردوس الأعلى من الجنة وفي واحد يقول يا رب صحبة النبي صلى الله عليه وسلم في الجنة هي درجات وهمك ما أهمك وكل نفس بما كسبت رهينة وكل إنسان وطموحه معاني الطموح مزايا الطموح علامات الطموح أرطيكم إياها إن شاء الله بعد الفاصل بإذنه أحييكم وأرحب بكم مع أسرار القيادة النبوية وحديثي معكم في هذه الحلقة عن علامات القيادة التي لو وجدناها في إنسان طفل غيره نستطيع أن نقول هذا سيصبح قائد أو عنده فرصة كبيرة أن يكون قائد ما في شيء يقيني هذا علم إنساني ليس رياضيات ما فيه يقين لكن سيعطينا علامة وذكركم بالعلامات التي تكلمنا عنها سابقا قبل أن نكمل في علامتنا الحالية العلامة الأولى التي تدل على القيادة هي القدرة على التحليل وشرحت لكم تفاصيلها وكيف نبحث عنها أو عما نبحث عندما نبحث عنها العلامة الرئيسية الثانية هي أخذ المبادرات أصحاب المبادرات فرصتهم للقيادة أعلى من غيرهم وذكرت لكم تفاصيل هذه المسألة العلامة الثالثة هي علامة الشجاعة وهذه علامة عليها اتفاق من كل العلماء وشرحت لكم أيضا عما نبحث ليس الشجاعة فقط في الحروب والمواقف التي فيها خوف لكن أيضا الشجاعة في إبداء الرأي وغيرها شرحتها لكم في حلقة سابقة العلامة الرابعة التي تكلمنا عنها قبل قليل في هذه الحلقة هي الجدية ولا نقصد بالجدية عكس الضحك وإنما نقصد بالجدية عكس الهامشية ونحن الآن في العلامة الخامسة من علامات القيادة وهي علامة الطموح قبل أن أشرح لكم عما نبحث عندما نبحث عن الطموح أريد فقط أن أقدم مقدمة لقضية الطموح أن الطموح هذا له مزايا مزايا عظيمة لذلك ربطناه بالقيادة من مزايا الطموح الطموح دليل على شرف النفس على نبل النفس إنسان ما هو تافه ما هو هامشي ما هو فاسد وإنما يريد شيء عالي الطموح يكسب الإنسان المعالي ويرفعه نحو العظمة الطموح إذا كان طموح معه قيم سينزه الإنسان عن سفاسف الأمور سامحوني عن الكلمة بس عن أن يكون من أهل الانحطاط أيضا إذا كان الطموح طموح جاد في ناس يتمنى أماني لكن ما يعمل شيء إذا كان الطموح طموحا جادا سيجبر الإنسان سيكسب الإنسان النشاط الفاعلية الحركة الطموح يقولون عنه يرفع الصغير الإنسان اللي ما لا وزن في الحياة ويسمو بالحقير الكلمة الحقير يمكن أحب غيرها يسمو بالحقير يقصدون الإنسان اللي ما ورث الشرف ولا ورث المال ما هو من أسره غنية ولا من أسره مشهورة ولا كذا الطموح يجعله هو يؤسس الشرف لأسرته ومن بعده فينسب إليه فإذا كل هذا كل هذا يدل على الطموح كيف نعرف كيف نعرف إن الإنسان عنده طموح جاد وليس طموح يعني فقط أماني عندنا علامات تفصيلية دعونا نستعرضها للطموح عما نبحث عندما نبحث عن الطموح العلامة الأولى الوصول لمناصب عليا صاحب الطموح يقول أريد أن أكون وزيرا أريد أن أكون رئيس وزراء أريد أن أكون خليفة أريد أن أكون كذا أريد أن أحصل على جائزة نوبل وصول لمناصب عليا هذه علامة رئيسية لو وجدناها حتى في طفل هذه علامة قيادة طبعا وحدها ما تكفي أعيد ما في علامة الوحدها تكفي كلما زادت العلامات كلما كانت فرصة القيادة أعلى ودعونا نراها في حياة النبي صلى الله عليه وسلم هذه قضية الوصول لمناصب عليا كانت عند الرسول صلى الله عليه وسلم كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطمح في إيصال رسالة ربه لكل البشرية كانت تلك المهمة تحتاج ليس فقط لإرادة لا تلين وصبر لا ينفذ وإنما أيضا لطموح عليه ولذلك كان الرسول صلى الله عليه وسلم يطلب المعونة من الله تعالى كان من دعائه صلى الله عليه وسلم اللهم إني أسألك الثبات في الأمر قضية خطيرة هذه التي يطمع يريد أن يهدي كل البشر اللهم إني أسألك الثبات في الأمر وأسألك عزيمة على الرشد آخذ الهدى وآخذ الرشد بجد بعزيمة طموحه صلى الله عليه وسلم اسمعوا لم أرى طموحا في كل البشر أعلى من طموح النبي صلى الله عليه وسلم كيف ليست مناصب دنيوية يبحث عنها ليست حتى مناصب أخروية يبحث عنها ليست درجات عالية في الجنة يبحث عنها بل كان يبحث عن منزل في الجنة لا تعطى إلا لإنسان واحد فقط واحد فقط في كل البشر سيصل إليها كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول سلوا الله لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا لعبد من عباد الله واحد فقط وأرجو أن أكون أنا هو فمن سأل لي الوسيلة حلت له شفاعتي يا سلام ولذلك احنا وصينا أن بعد الأذان أن ندعو للنبي صلى الله عليه وسلم أن يعطيه الله سبحانه وتعالى الوسيلة لأن الكلمة الوسيلة هذه كلمة من ارتبى في الجنة في أعلى الجنة ما يحصل عليه اثنين فقط واحد هي أعلى درجات الجنة ولا يحصل عليها كل الأنبياء ولا الملائكة المقربين فقط إنسان واحد يحصل عليها وهي من حق النبي صلى الله عليه وسلم ولذلك شكل حياته في هذا الاتجاه نحو هذا الطموح العالي كان عليه الصلاة والسلام يريد من أصحاب الأوائل في كل شيء أن يكونوا الأوائل في كل شيء سواء في الدنيا أو الآخرة كان يحثهم على ذلك يقول لو يعلموا الناس ما في النداء للأذان والصف الأول ثم لم يجدوا إلا أن يستهموا عليه بالقرعة لا استهموا ولو يعلمون ما في التهجير لا استبقوا إليه اللي هو الذهاب للصلاة في وقت مبكر ولو علموا ولو يعلمون ما في العتمة صلاة العشاء والصبح صلاة الفجر لأتوهما ولو حبوا فكان يحثهم على أن يكونوا الأوائل ورسخ هذا على فكرة قضية الطموح هذه كان موجودة بين العرب حتى قبل الإسلام يعني رأى بعض العرب يعني بعض العرب يوما معاوية بن أبي سفيان وهو صبي صغير يمشي مع أمه هند بنت عتبة فقال هذا الرجل لما شاف معاوية قال إني لأظن أن هذا القولام العلامات اللي قاعد أشوفها فيه سيسود قومه فقالت هند قولة عجيبة قولة ما هي عادية تقول هند يقول إن لي نفسا تواقة تاريخ الرسول صلى الله عليه وسلم تعرفون من زاوية في مكان رئيسي فجعل الناس يطوفون ويعجبون له يعجبون للبيت جميل جدا لولا هذه اللبنة ويقولون هل لا وضعت هذه اللبنة يقول النبي صلى الله عليه وسلم فانا اللبنة انا اللبنة انا خاتم النبيين فالنبي صلى الله عليه وسلم يفخر بهذا ويحق له ان يفخر بهذا علامة ثالثة نقيسها لما نرى الطموح هي اهداف ممكن تحقيقها انا لما اسمع بعض الشباب يعطيني اهداف خيالية اهداف مالية خيالية ولا بأحرر فلسطين وهو لا يقرأ ولا يصلي الفجر في المسجد كيف ستحرر فلسطين فهذه اهداف نقول ممكن تحقيقها اذا كان ممكن تحقيقها فيكون طموح اذا الهدف الجيد هو الذي يمتاز بالوضوح ليس فيه غموض بالواقعية يمكن تحقيق على الواقع وليس خياليا صعب التحقيق لكنه ليس مستحيلا محدد له مدة زمنية عارف بالضبط متى سيحققه ووسائل تنفيذ محددة الهدف الجيد قابل للقياس قابل للقياس نستطيع النقيس نسبة للنجاح في تحقيق الهدف وهذا نراه في اصرار النبي صلى الله عليه وسلم على اهدافه والله لو وضعوا الشمس في يميني والقمر في يساري ما تركت هذا الامر حتى يظهره الله او اهلك دونه اما ان ينتشر الاسلام في كل مكان او اموت هكذا الطموح والاسرار على الطموح اذا هذه خمس علامات بقت عندنا علامة سادسة لكن وقت الحلقة انتهى دعونا ناخد سؤال الحلقة وبعد ذلك نختمها باذن الله سؤال هذه الحلقة يقول اكتشاف علامات القيادة انا سألتكم في حلقة سابقة التحليل القدرة على التحليل هل هي اسهل في الصغر ولا في الكبر الان سؤالي ليس عن القدرة عن التحليل سؤالي عن كل هذه العلامات الخمسة التي اعطيتكم اياها هل هي اكتشافها اسهل في الصغر ام في الكبر ام ما يفرق نستطيع ان اكتشافها في الصغر ونستطيع ان اكتشافها في الكبر بنفس الدرجة طيب اختموا بقولة جميلة لشيخ الاسلام العظيم الامام ابن تيمية رحمه الله تعالى حيث يقول الامام ابن تيمية طبعا من اعظم العلماء هذه القولة من كتاب مجموع الفتاوى لابن تيمية يقول يجب ان يعرف ان ولاية امر الناس من اعظم واجبات الدين بل لا قيام للدين ولا للدنيا الا بها فان بني ادم لا تتم مصلحتهم الا بالاجتماع لحاجة بعضهم الى بعض ولا بد لهم عند الاجتماع من رأس يعني من قائد الناس محتاجين ان يعيشوا مع بعض وعن ماذا نبحث سأعطيكم الوسائل كيف نكتشف هذه العلامات كل هذا في الحلقة القادمة ان شاء الله شكر الله لكم حسن متابعتكم سودعكم الله والسلام عليكم